السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل مباراة ماشيستر سيتي لدى فورهام في بطولة الدولة الممتاز لمبارته الأحد طبعا نحن كعرب يومنا نريد ماشيستر سيتي بقيادة النجم الجزائري رياد محلس في لقاء اليوم ماشيستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني والفيلسوف بيبي كوردولا في مباراة اليوم لدى فريق فورهام للعودة للصدارة مجددا السيتي داخل بشكلة كالاتي حلث مرما فور الحيس البرازيلي إيدرسون خاطت دياردينك كيل ووكر وستونز وروبين دياز وكادلينك أكانجي وسط ميدان لدينا رودري ورياد محلس والكاي جوندوغان والهجوم الفاريس وكادلينك جريريج والبوعبوه المنرويجي إيل لينك هالاند كارأس حربان طبعا نتشكلة عرفات غياب كل من النجم الفريق البلجيكي كيف ندوبرون بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد ارسونا. بداية المباراة كانت قوية من السيتي دخل دغيط في اول دقيقة واستطاع الحصول على ركل الجزاء بعد عمل كبير من ريال محلاز وكاذلك الفاريس. ريال محلاز اه بتمرير واحدة اه لالفاريس الذي برشقة عالية لالفاريس تمكنه من الحصول على ركل الجزاء. نفدها انوالوجي والهدف الفريق ان لكهلت بطريقة صحيحة والهدف الاول للسيتي. بعد الاستحواذ الطول والعارض عن السيتي في المباراة اه في غفلة من دفاع السيتي تمكن اه في العودة من النتيجة بعد خطأ دفاعي في غفلة من الدفاع عاد الى المباراة ودخل في اجواء اللقاء اه بعدها فولها. بعدها اتى الهدف الثاني بعد محاولة كثيرة عن طريق اللاعب اه عن طريق اللاعب الفاريس بعد تمرير حسيمة من الجزائر للمحلاز في انطلاق من وسط الميدان وتمرير لالفاريس الذي بتسديد رائع في الزوية تسعين لالفاريس في هدف رائع وخيالي في مباراة اليوم. اه رجل محلاز في هذه اللقطة قدمت تمرير حسيمة للاعب كالغوندوغان تمرير جعلت غوندوغان مفرد مع المرمى لكن قلغوندوغان اهضر الفرصة بطريقة اه سيئة وتصدلها للحريس اه نادي فولهان. السيتي تمكن من الفوزوين المباراة بهدف لهدفين في المباراة الصعبة ضد خصم عاني الوقاوي في ملعبه. اه للامنة رجل محلاز قدم مستوراء في الشهر الاول وكان من نجوم المباراة في الشهر الثاني ان انخفض ايقاع السيتي واستحوض بطل ورعات فولهان في الشهر الثاني وكان اقاري من التشجيل. نتمنى التوفيق للمحلاز وادوغ كون شمالينا لا تنسى الاشتراك في الفيديو و الى اللقاء.